شلانكم مع البرد الله يلطف بنا ويرحمنا برحمته ويشفي مرضان ومرضاكم مرضى المسلمين يا رب بشروا عنكم قصة الياب قصة حلوة أم ويبوي ما لهم غير ظلي أتمنى إن شاء الله تستفيدون منه هذا واحد تزوج بعد فترة من زواجه وبدأ يحب زوجته حب مطبيعي حتى نحيز كانت تتبادلوه بنفس الشعور ونفس الحب ونفس التعلق حبوا بعض وارتاحوا مع بعض طبعا هم سكنين مع أم وأبو والزوج بعد كذا شهر من زواجه طلبت الزوجة حين تروح تزاورها يعني تروح تزورهم ما قال لا لا بالعكس انبسط وستانس وأيدا على أن تروح تزورها خاصة أنهم بعيدين يعني أنا منطقة ثانية كذا أي مهم راحات وزارت أهلا وجلست سبوع سبوعين طولت الزيارة ما عطته خبر ولا رجعت ولا شيء أبد بعد فترة من غيابة أو من راحة الأهالة أرسل الزوج أخوها الصغير لزوجته بحكم أنه مشغول وأعمال وكذا ما هو قادر أنه يترك شغله ويروح له قال له الزيارة ليش التاخير راح وسأله ما عطته أي إجابة وبعد فترة الزوجة أرسلت مرسول الزوجة تخبروها بمانع تاخيرة جاء المرسول للرجال وهو يحمل الرسالة الشفاهية يقول أن فلان تقول علم فلان إذا يبين أرجع للبيت يطلع أهالو من البيت أو يطلع أنا ببيت ثاني يوم جاء هالمرسول ويضيق صدره ويشتكي لله حرف أرقاه لكن حبه الوالدين وطاغن على كل حب قال أمي وأبوي ما لهم غير ظلي ويضيق صدره ويقول هذه الأبيات يقول علمت ملهوف الحشا مرسلين لي رسالة ما بشرتني بلا ماه يبي يبعد منزلي عنها للي ما أقبلكي المرسول لنت ولاياه أمي وأبوي ما لهم غير ظلي ولنت يدف الحشا ظل تلقاه أمي اللي شافت خيالي تهلي وللغضي لا شاف غيري تحالاه أربع سنين وصدرها عيشتلي ولعب على المتنين ويقول يا ياه وبوي وبوي ما له عن سنة لقي الظلي وللغضي لا دور الظل يلقاه وللغضي لا دور الظل يلقاه وسلامتكم وسلام اللسان اللي قاله وبكذا تنتهي قصتي من خلال قصتي حابة أني أقول للزوجة لا تقارنين حبس بحب أحد والدينه أو والدينه كلهم تأكدي إن بالفضل راح يختار والدينه على حبس هذا شي طبيعي والكلمة والكلمة ينتفق عليه حاجة ثانية ترى الدينة مثل الدين كما تدين تدان ورايح يجي تنفس المعاملة اللي أنت جالسة عاملينه أهل زوجة أمه أو أبوه تأكدي إن معاملتك الأم أو أبوه نفسه راح تجيت من زوجة تولدت هذا شيء معروف غير ذلك تحتسب الأجر والثواب بحسن التعامل وأتمنى إن شاء الله تستفيدوا من كلامي أتمنى إن شاء الله أستفدت من القصة ومن كلامي وأتمنى إن شاء الله أن تنول أعجابكم واللهم صلي وسلم على محمد والتمسان على ألف خير